منذ شهر ولا يزال النازحون في مديريتي حرض وحيران يعانون من ظروف صعبة جراء ما خلفته الأمطار الغزيرة التي تسببت بعواصف وسيول جارفة أغرقت خيامهم وتركتهم في العراء أمطار لم يعد يصفها البعض هنا بغيث الخير لأنها خلفت كوارث كما يقولون حيث فاقمت من حياتهم المعيشية القاسية والمحظوظ منهم من صارع الرياح متشبثا بخيمته لينجوا من السيول والريح يهز السيوحن اللازمين في القيام ماسكين والريح يزبح باقي كذي كذي حتى أن يصر الله يتكفى الريح شوفنا بين الماء من بعيد عننا خيم وبغر وغنم بين الماء راح ساعات عصيبة تمر على النازحين داخل مخيمهم المتواضع ومساكنهم الحشة إذ لا تكاد تصمد في مواجهة حالة التقسي المتقلبة فشلت محاولاتهم في حماية الأطفال من البرد خصوصا بعد أن فقدوا الكثير من ملابسهم وأغراضهم المنزلية من الغرق فحتى ما تبقى من هذه المواد الغذائية المتواضعة لم تسلم من الإعطاب الغرق مرز وماكل كله غرق والله شرقناه ونحكزين لبابون ماكلنا رزنا ودقيقنا وصنكرنا ما مقالة بيوت مقالة الأذاب يترقب الأهالي هنا هطول الأمطار بقلق شديد منذ الكارثة التي حلت بأقرانهم في مديرية حارض قبل أيام إذ تسببت السيول جراء الأمطار التي استمرت لساعات بإلحاق الضرر بمخيمات النازحين لتبقى عشرات الأسر النازحة مهددة بالغرق في كل مرة تسقط فيها الأمطار محمد يوسف لقناة بلقيس محافظة حجة